أصدر معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف قرارا بإضافة برنامج تعافي بإشراف جمعية التعافي من المخدرات ضمن برامج التأهيل والتدريب المحكوم عليهم بعقوبات بديلة وإجراءات تنفيذها من جانبه أكد عادل بصيبع رئيس مجلس إدارة جمعية التعافي من المخدرات استعداد الجمعية وحرصها على التعاون مع الجهات الحكومية من أجل علاج وتأهيل المتعافين المستفيدين من قانون العقوبات البديلة معتبرا أن قانون العقوبات والتدابير البديلة نقلة نوعية في علم العقاب فيما تعتبر مملكة البحرين من الدول السباقة في إصدار مثل هذا القانون وتطبيقه لما به من إيجابيات قضائية واجتماعية في إعطاء دور للأسرة والمجتمع المدني في إصلاح المدنيين بعقوبات سالبة للحرية والتحرر من العقوبات التقليدية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر